السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء نوصل هذه المحاضرات الصوتية المتعلقة بمادة النظرية العامة للقانون الدستوري بدراستنا للمحور الثالث من هذه المادة وهو المتعلق بالرقابة على الدستورية فبعد أن درسنا في المحورين الأول والثاني كل من الدولة والدستور سنحاول إن شاء الله في هذه المحاضرة الإلمامة بمختلف عناصر الرقابة على الدستورية أي الرقابة على دستورية القوانين وكما تعلمون الرقابة على دستورية القوانين هي مهمة لماذا؟ أن هذه الرقابة هي أساس دولة القانون وهي أساس احترام الدستوري وضمان سموه وعلوه على باقي القواعد القانونية المعيارية الأخرى وأيضا دراسة الرقابة على الدستورية تمكننا من معرفة الدور الأساسي الذي أصبح يلعبه القادي الدستوري في حق الدراسات الدستورية كما أشرنا إلى ذلك سابقا وإذا ما أردنا تعريف الرقابة على دستورية القوانين فإننا نقول تعتبر الرقابة على دستورية القوانين هي مجموعة التقنيات التي من شأنها العمل على ضمان مطابقة القواعد القانونية للنص الدستوري وطبعا عندما نقول ضمان مطابقة القواعد القانونية للنص الدستوري فإن ذلك يعني أن النص الدستوري هو أسماء مرتبة من القوانين العادية وباقي القواعد القانونية المعيارية الأخرى فنتيجة احتلال القواعد الدستوري المرتبة العليا كان من الضروري إقرار الرقابة على دستورية القوانين لضمان سمو الدستوري من جهة ولضمان مطابقة القوانين التي تعد أدنى مرتبة منه للنص الدستوري فالقانون قلنا إذا كان يعتبر أسماء تعبير عن إرادة الأمة فهو لا يكون كذلك إلا في إطار احترام الوثيقة الدستورية وذلك بتعبير القاعد الدستوري كما أشرنا في المحور المتعلق بالدستور عندما قلنا إذا كان القرن التاسع عشر هو قرن القانون فإن القرن العشرين هو قرن الدستور فالقصد من الرقابة على دستورية القوانين إذن يبقى هو ضمان احترام القوانين للوثيقة الدستورية تمهيدا لعدم إصدار هذه القوانين إذا كانت لم تصدر بعد أو لإلغائها والامتناع عن تطبيقها إن كان قد تم إصدارها أي أننا في إطار رقابة على دستورية القوانين سنكون أمام إما رقابة سابقة على إصدار النص القانوني أو لاحقة أي بعد إصدار النص القانوني كما سنقف على ذلك أثناء يعني دراسة الرقابة على دستورية القوانين حالي بالإشارة كذلك إلى أن الرقابة على دستورية القوانين لا توجد في الدستير المرينة لماذا؟ لأننا قلنا أن الدستير المرينة تحتل من حيث القيمة القانونية نفس القيمة القانونية التي تحتلها القوانين العادية لأن الدستير المرينة لا يوجد فيها تدرج وتراتبية بين القواعد المعيارية الأخرى فإذا مثلا صدر قانون عادي يتضمن مقصديات مخالفة لأحكام الدستير المرين فإن هذه المقصديات القانونية الجديدة تنسخ أحكام الدستير المرين لكن الوضع يختلف بالنسبة للدستير الجامدة لماذا؟ لأن الدستير الجامدة هي أسمى من القوانين العادية ولا تحتل نفس المرتبة التي تحتلها القوانين العادية وطبعا لضمان وتفعيل مبدأ تدرج القواعد القانونية في إطار الدستير الجامدة فإن القاعدة الدنيا يجب أن لا تخالف القاعدة الأعلام منها مرتبة أو في حالة التعارض بين قاعدة أدنى مرتبة من الدستور فإن هذه القاعدة الدنيا تعد باطلة وغير مشروعة وتبعا لذلك لا يجوز للمشرع أن يصدر عفوا قانونا مخالفا للدستور نظرا لسمو النص الدستوري على باقي النصوص القانونية خاصة أن الدستور الجامد لا يمكن تعديله باتباعي نفس الإجراءات المقررة في إصدار القانون العادي وذلك خلافا للدستوري المارين إن علوية القواعد القانونية وسموها وسمو القواعد خاصة الدستورية تبقى مجرد مبادئ نظرية إذا لم تؤمن لها الحماية والاحترام أي أنه إذا لم يتم إحداث جهاز مكلف بالرقابة على دستورية القوانين وضمان مطابقة القوانين العادية الأدنى مرتبة للقواعد الدستورية فإنه في غياب هذا الجهاز لا يمكن لنا أن نتحدث عن احترام علوية وسمو القواعد القانونية الدستورية وإذا كان يتعين على القوانين العادية عدم مخالفة النص الدستوري الأعلى منها مرتبة فإنه يشترط أيضا لصحة القانون أن يكون سليما من الناحية الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي يتعين الخضوع لها قبل إصدار الأمر بتنفيذه وإلا عدة باطلا أي أن القانون الأدنى مرتبة من الناحية الشكلية يجب عند إصداره أن تتم احترام المسطرة الشريعية وأن يكون مستوفيا للإجراءات والقواعد الشكلية التي يتطلبها الدستور كأن يصدر فمثلا إذا صدر قانون عادي دون موافقة الأغلبية البرلمانية أو دون صديق من رئيس الدولة أي إذا لم يصدر الأمر بتنفيذه فإننا في مثل هذه الحالات نكون أمام قانون غير موجود أصلا ولا تثور بخصوصه مسألة الرقابة على دستورية القوانين ويكون من واجب القضاء الامتناع عن تطبيقه إذن نستنتج من كل هذا أن القانون العادي يجب أن يكون مطابقا للدستور من حيث الموضوع من ناحية الموضوعية أي أنه يجب أن لا يكون مخالفا له باعتبار الدستور قاعدة سامية وأعلى مرتبة من القانون العادي ضمانا لمبدأ تدرج وتراتبية القواعد القانونية وأيضا أنه يشترط لصحة القانون أن يكون سليما من الناحية الشكلية المتعلقة بالإجراءات التي يتعين أن يخضع لها القانون قبل إصدار الأمر بتنفيذه وإلا عدة باطلا إذن القانون لكي يكون صحيحا عليه أن يكون صحيحا من حيث الشكل كما وضحنا ومن حيث الموضوع إن الرقابة على دستورية القوانين التي يصوت عليها ممثل الشاب تعد مكونا أساسيا من مكونات الرقابة على الدستورية لأنها تشكل عنصرا أساسيا كما قلت لكم في بداية هذه المحاضرة عنصرا أساسيا في إقامة دولة القانون فمن بين يعني فالرقابة على دستورية القوانين هي عنصر أساسي ومكونا أساسي ومن أسوس دولة القانون لأنها تجعل من الممكن الامتناع عن تطبيق القانوني أو إلغاء القوانين غير الدستورية وطبعا بالرجوع يعني إلى مختلف التجارب الدستورية نلاحظ أن الرقابة على دستورية القوانين مستوحة من الإديولوجية الليبرالية وتمارس اليوم عفوا في العديد من الدول وهي تمكن من احترام تدرج وتراتبية القواعد القانونية وكذلك تمكن من تأمين حماية فعالة للحقوق والحريات الأساسية جدير بالإشارة أيضا إلى أنه في إطار هذه الدراسة التي نخصصها للرقابة على الدستورية أنه توجد أنظمة مختلفة من الرقابة على دستورية القوانين التي يقوم بها القاضي وإذا كنا نميز تقليديا بين النموذج الأمريكي في الرقابة على دستورية القوانين وبين النموذج الأوروبي في الرقابة على دستورية القوانين فإنه توجد أنظمة مختلطة تجمع بين النموذجين أي بين النموذج الأمريكي والنموذج الأوروبي كما هو الحال في أغلب دول أمريكا اللاتينية كالشيل مثلا وعلى العكس من ذلك توجد بعض الدول التي لا تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين ومن أمثلة هذه الدول التي لا تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين هناك المملكة المتحدة فيلندا هولندا طبعا هذه كلها دول لا تأخذوا بالرقابة على دستورية القوانين وإذا كان القضاء الدستوري قد تمت إقامته مثلا في فرنسا سنة 1958 وهو تاريخ حديث إذا ما لاحظنا وقد تمت إقامته لحراسة البرلمان من جهة ولكي يكون البرلمان أيضا من جهة أخرى أداة بيد الجهاز التنفيذي فإن المجلس الدستوري الفرنسي مثلا تحول تدريجيا إلى حامل للحقوق والحريات منذ سنة 1971 عندما عمل على توسيع ما يعرف بالكتلة الدستورية والتي سنعود إلى دراستها في هذا الصدد بعد هذه التوضيحات نشير إلى أن الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين لم تكن مسألة سهلة حيث اصطدم الأخذ بها في البداية بالعديد من الآراء الرافضة التي انتقدتها وعلى رأس هذه الأفكار التي كانت تعترض على الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين نجد الفكرة المتمثلة في الاعتقاد الجازين بسيادة القانون وبوهم فكرة المشرع المعصوم من الخطأ التي أشرنا إليها سابقا والتي تم الأخذ بها خلال الثورة الفرنسية وكرسها أندك إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789 وكان يتعين مثلا في فرنسا انتظار سنة 1958 ليتم الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين أن الرقابة على دستورية القوانين كما سنلاحظ تم رفضها في البداية على أساس أنها تتعارض مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية وأن سيادة القانون تتعارض أيضا مع الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين بعد هذه التوطأ وبعد هذا الذي بيناه بخصوص الرقابة على دستورية القوانين سنعمل على مقاربة موضوع الرقابة على دستورية القوانين إن شاء الله انطلاقا من النقط التالية أولا سنقف عند النقاش المطروح حول ضرورة الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين أو عدم الأخذ بها ثم نمر بعد ذلك إلى دراسة النموذج الأمريكي في الرقابة على دستورية القوانين وأيضا النموذج الأوروبي في الرقابة على دستورية القوانين لنصل في نهاية هذه الدراسة التي نخصصها للرقابة على الدستورية إلى دراسة النموذجين الفرنسي والمغربي والمقارنة بينه على اعتبار أن النموذج المغربي في جزء كبير منه تأثر بالنموذج الفرنسي وإن كان هذا الأخير يبقى متقدما نسبيا على النموذج المغربي إذن سنبدأ بالنقطة الأولى المتعلقة بالنقاش حول ضرورة الأخذ بالرقابة على دستورية أو عدم الأخذ بها كما أشرنا في مقدمة هذه الدراسة قلنا أن الرقابة على دستورية القوانين اعترض الأخذ بها مجموعة من العراقي فمعارض الرقابة على دستورية القوانين انطلقوا من مسألة تناقض هذه الرقابة مع مبادئ الديمقراطية التمتيلية كما قلت لكم وآثار خطر حكومة القوضات فهذه العبارة يعني عبارة خطر حكومة القوضات التي ابتكرها إدوارد لومبير تم بناء عليها قابول فكرة أن القوضات بإمكانهم منع السلطات السياسية من الحكم من خلال الرفض المنهجي للإنتاج التشريعي للمشرع باسم تصور مخالف للقانون وطبعا بناء على هذه الفكرة أي عرقلة الإنتاج التشريعي بوسطة القوضات تم دائما رفض إقرار رقابة على دستورية القوانين وأيضا تم دائما التلويح بخطر وجود حكومة القوضات في هذا الصدد نشير إلى أن المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية تم منعتها بهذه الصفة صفة حكومة القوضات عندما اعترضت بشكل منهجي عن الإنتاج التشريعي المتعلق بالتدخل الاقتصادي والمعروف بالنيو ديل باسم الليبيرالية الاقتصادية أيضا سنة 2000 تعرض موقف المحكمة العليا لانتقادات لاذعة خلال الانتخابات الرئاسية في فرنسا أيضا تم استعمال عبارة حكومة القوضات من طرف اليسار الفرنسي في إشارة إلى المجلس الدستوري عندما منع هذا الأخير جزئيا القانون المتعلق بالتأميم في قراره بتاريخ 16 يناير 1982 وبالإضافة إلى ما أوردناه عليه يثير خصوم الرقابة على دستورية القوانين مسألة عدم مشروعيتها وطبعا خصوم هذه الرقابة على دستورية القوانين أثار مسألة عدم مشروعيتها لماذا؟ أترى مسألة عدم مشروعيتها على اعتبار أن القانون الذي تتم المصادقة عليه من قبل مجالس منتخب ديمقراطيا هو تعبير عن السيادة الشعبية فالقانون حسب هؤلاء الذي هو تعبير عن الإرادة العامة لا يمكن أن يكون متعسفا أو ظالما وكذلك أن القاضي الذي لا ينتخب أو يعين ديمقراطيا لا يمكن له أن يملك سلطة الاعتراض على القانون الذي يعبر عن إرادة الشعب حيث نجد مثلا في المادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان المواطن إشارة إلى هذا الوهم الذي يجد تصله عند جونجا كروسو الذي بناء عليه يعد القانون تعبيرا عن الإرادة العامة وهي أطروحة كما أشرنا إلى ذلك سابقا تقود إلى تقديس القانون وطبعا هذه مسألة يجب أخذ مسافة منها لماذا؟ لأن الدستور بدوره ليس فقط تعبيرا عن السيادة بل هو تعبير مباشر عن السيادة وتعبير مباشر عنها نتيجة مصادقة الشعبي صاحب السيادة الأصلي لأن عندما تحدثنا عن طرق وضع الدستير قلنا إن صاحب السيادة الأصلي هو الشعب وطبعا لكي يكون فعلا هذا الشعب هو صاحب السيادة الأصلي من يضع الدستور يجب أن تكون جمعية تأسيسية منتخبة من طرف الشعب وعندما تنتهي هذه الجمعية تأسيسية من صياغة الدستور عليها أن تعرضه على الشعب لكي يقره مباشرة عن طريق الاستفتاء لذلك قلنا فكرة قديس القانون وفكرة إبعاد الرقابة على دستورية القوانين هي مسألة يجب الآن أن نأخذ مسافة منها لماذا؟ لأن الدستور بكل بساطة بدوره لا يعتبر فقط تعبيرا عن السيادة بل هو تعبير مباشر عنها نتيجة مصادقة الشعب صاحب السيادة الأصلي كما قلت لكم مباشرة عليه أي على الدستور عن طريق الاستفتاء وهو ما يميز الدستور عن القانون لأن القانون في نهاية المطاف يظل نتاجا لعمل ممثلي الشعب على عكس الدستور الذي يعتبره نتاجا للشعب لأنه يصادق عليه بشكل مباشر وكذلك أن القانون حاليا صار مصدره من طبيعة حكومية في الديمقراطيات الحالية سابقا لتوضيح هذه الفكرة قلت لكم سابقا أن مجال القانون أي المجال الذي تختص فيه السلطة الشريعية بالتشريع أصبح حصريا ومقيدا أي أن البرلمان المجالات التي يشرع فيها أصبحت حصرية واردة على سبيل الحصر داخل مجال القانون في حين أن كل ما لا يندرج ضمن مجال القانون الاختصاص في التشريع فيه يعود إلى الحكومة وطالما أن الوظيفة الشرعية أصبحت مقسمة بين الحكومة وبين البرلمان فإن القانون لم يعد نتاجا خالصا لعمل ممثل الشعب الأمر الذي يستوجب إقرار رقابة على دستوريته حتى يكون مطابقا لأحكام الدستور وعموما الدفاع عن فكرة يعني إقرار الرقابة على دستورية القوانين تجد منطلقها في كون أن القادي الدستوري لا يستمد شرعيته انطلاقا من أن له الكلمة الأخيرة أو الكلمة الفصل عندما يبط في مطابقة قانون عادي للدستور بل نظرا لكون الكلمة الأخيرة تعود إلى السلطة التأسيسية أي الشعب التي تشكل تعبيرا أسمع عن السيادة الوطنية إذن بعد وقفنا على فكرة الرقابة على دستورية القوانين قابولوها أو رفضوها وبعد أن وضحنا الاعتبارات التي كانت تدافع عن إبعاد فكرة الرقابة على دستورية القوانين وأيضا الاعتبارات الأخرى المناقضة لها التي تستوجب ضرورة إقرار رقابة على دستورية القوانين نمر إلى دراسة كل من النموذجين الأمريكي والأوروبي في الرقابة على دستورية القوانين للمقارنة بين النموذجين الأوروبي والأمريكي في الرقابة على دستورية القوانين لابد من أن نشير بداية إلى أن النموذج الأمريكي في الرقابة على دستورية القوانين يقوم أساسا على حماية المواطن في حين أنه على العكس من ذلك يقوم النموذج الأوروبي على حماية التدرج الهرمي للقواعد المعيارية في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر هي الدولة الأولى التي مارست الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع أو الامتناه حيث تشترك جميع المحاكم في ممارسة هذا الحق حسب اختصاصها ذلك أن حق الرقابة لا يقتصر على المحكمة الاتحادية العليا فقط ولكنه حق تقرر لجميع محاكم الولايات المتحدة الأمريكية أي أن الرقابة على دستورية القوانين في أمريكا هي رقابة غير مركزية أي أن لا تختص بها المحكمة الاتحادية العليا فقط بل كل المحاكم تقرر لها كل محاكم الولايات تقرر لها يعني البتق في دستورية القوانين أو إقرار رقابة على دستورية القوانين وما يجب أن نشير إليه في هذا الخصوص هو أن الرقابة على دستورية القوانين لم يكن منصوصا عليها في دستور 1787 أي الدستور الأمريكي الفيدرالي بل تمت إقامة هذه الرقابة على دستورية القوانين بوسطة المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية بناء على قرارها الشهير الصادر سنة 1803 في قضية ماديسون ضد ماربوري والذي اعترفت فيه المحكمة العليا بحقها في إبعاد كل قانون مخالف للدستور إذن كما تلاحظون هنا أن الدستور الأمريكي لم يكن ينص على الرقابة على دستورية القوانين بل إن المحكمة العليا هي التي اعترفت بحقها في إبعاد كل قانون مخالف للدستور في القضية الشهيرة التي سنقف عند تفاصيلها هو المعروفة بقضية ماديسون ضد ماربوري سنة 1803 وذلك بمبادرة من جون مارشال رئيس المحكمة العليا أنذاك وقبل الوقوف كما قلت لكم على خصائص النموذج الأمريكي في الرقابة على دستورية القوانين سأعطيكم لمحة عن قضية ماديسون ضد ماربوري لماذا؟ لأن هذه القضية تلخص لنا طبعا كيف تم إقرار الرقابة على دستورية القوانين في أمريكا دون أن يشير إلى ذلك الدستور الفيدرالي الأمريكي لسنة 1787 في قضية ماديسون ضد ماربوري هذه القضية اقترنت باسم جون مارشال كما قلت لكم رئيس المحكمة الفيدرالية العليا وجون مارشال كان وزيرا في الحكومة الاتحادية التي خسرت في الانتخابات كان وزيرا وتم تعينه رئيسا للمحكمة العليا في 20 يناير 1801 وطبعا جون مارشال كما قلت لكم كان هو وزير الداخلية في أهدي أدامس وكما سنرى هو الذي نسي أن يعطي أوامر تعيين القضاة الجدد الذي عينتهم الحكومة الاتحادية التي خسرت الانتخابات وقائع هذه القضية قضية ماديسون ضد ماربوري يمكن أن نلخصها في ميل وأنه عندما خسر الاتحاديون الانتخابات عملوا على إنشاء 6 محاكم إقليمية جديدة وكذلك عملوا على تعيين 16 قاضيا للعمل بها وأيضا عملوا على تعيين عدد من قضاة المحاكم الجزئية للعمل في إقليم كولومبيا وطبعا هذه التعينات جاءت لتمكن أنصار الاتحاديين من احتلال المناصب القضائية التي تتسم بالثبات والاستقرار لكي يكون بإمكانهم الاستمرار في الحفاظ على الفكرة الاتحادية التي كانت تستهدف تقوية الحكومة المركزية وتوسيع سلطاتها من جهة وليدرأوا من جهة أخرى المخاطر التي يمكن أن تنجم عن سياسة الجمهوريين الذين فازوا في انتخابات نوانبر من سنة 1800 ميلادية وعلى رأسهم توماس جيفرسون الذي سيصبح رئيسا للبلاد في يوم 4 مارس 1801 إذا كما قلنا لضمان هيمنة الفكرة الاتحادية وللحؤول دون انفراد الجمهوريين بممارسة السلطة لأنهم أصبحوا يسيطرون على الكونغريس أي البرلمان وعلى السلطة التنفيذية فإن الاتحاديين استغلوا فرصة خرجهم من الحكومة لتعيني قضاة مواليين لهم لضمان استمرار الفكرة الاتحادية من جهة وكذلك لضمان أن يراقبوا يعني الحكومة الجمهورية وطبعا يعني جون مارشال كما قلت لكم الذي كان وزيرا في الحكومة الاتحادية في عهد أدامس نسي في نهاية يعني مدة رئاسة أدامس أن يسلم أوامر التعين للقضاة الجدد الذي قلت لكم قد تم تعينهم في نهاية مدة رئاسة الرئيس الأمريكي أدامس أندك وحينما تولى جيفرسون يعني الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية الذي كما قلت لكم عين رئيسا للبلاد أو لا أصبح رئيسا للبلاد يوم 4 مارس 1801 وتولى مقاليد السلطة التنفيذية انتهز هذا السهو الذي حصل لجون مارشال بعد أن نسي تعيين القضاة الجدد وتمكنهم من أوامر التعين قلت لكم هذا السهو استغله جيفرسون الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية وحال دون إتمام تعيين إجراءات القضاة الموالينة للحزب المعارض وأصدرت علماته إلى وزيره في الداخلية الجديد أنذاك مادسون لأنه كما تلاحظون القضية اسمها قضية مادسون ضد ماربوري أي مادسون الوزير الجديد للداخلية وماربوري أحد القضاة الذين لم يتم تعيينهم وستم صرف النظر على تعيينهم ولم يقبل بهذا الوضع ورفع دعوة على مادسون أي على وزيره الداخلية الجديد وطبعا ملخص هذه الدعوة ولم ضمونها أن ماربوري يطلب فيها من المحكمة إصدار أمر قضائي موجه إلى مادسون لتسليمه أمر التعيين بناء على سلطة المحكمة في إصدار الأوامر القضائية المحكمة العليا يعني يجب هنا أن نشير إلى مسألة أساسية كانت ذاكية وتصرفت بتعقل واهتدت إلى حل قانوني تفادت بمقتضاه الأزمة التي كانت تمر بها نتيجة الصراع بين الجمهوريين والاتحاديين وطبعا رفضت أن توجه أمرا قضائيا إلى وزير الداخلية لتعيين ماربوري قاديا لماذا؟ لأنها لو أقدمت على تلك الخطوة لم تنع يعني مادسون عن تطبيق قرار المحكمة وطبعا عندما سيمتنع وزير الداخلية عن تطبيق قرار المحكمة فإن ثقة المواطنين ستتزعزع في المحكمة الفيدرالية العليا وطبعا هذا من جهة ثانية ستظهر المحكمة الفيدرالية العليا بمظهر العاجز عن مراقبة تصرفات الحكومة فضلا عما قد يشكله ذلك من تفويت الغرض الذي سعى الاتحاديون إلى تحقيقه بتعيين أنصارهم في مناصب السلطة القضائية لكي يوازنوا بها هيمنة خصومهم على الكونغريس والسلطة التنفيذية إذن هنا المحكمة العليا كما قلت لكم كانت ذكية وتصرفت بتعقل واهتدت إلى أن لا تصدر أمرا يعني قضائيا إلى ماديسون لكن مقابل ذلك اعتبرت أن القانون الذي بواسطته تعطي المحاكم أوامر قضائية هو غير دستوري وبناء على ذلك تمكنت من تجاوز هذا المأزق القانوني فهي لم توجه أوامر إلى السلطة التنفيذية لأنها كانت تدرك مسبقا أنها لن تنفذها واعتبرت أن القانون المطبق في هذه النازلة هو غير دستوري وشكلت هذه السابقة كما رأينا أولى تجربة أمريكية أولى تجربة لإعتراف باختصاص المحكمة العليا في الرقابة على دستورية القوانين ومنذ ذلك التاريخ بقيت المحكمة الفيدرالية العليا المحكمة العليا بالإضافة إلى باقي محاكم الولايات المتحدة الأمريكية تختص بالنظر في دستورية القوانين وانطلاقا من قضية مادسون دي داماربوري يعني أصبحت مسألة الرقابة على دستورية القوانين مسألة معمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت لكم دون أن ينص الدستور الأمريكي الفيدرالي لسنة 1787 على الرقابة على دستورية القوانين بعد هذا الذي بيناه حول النموذج الأمريكي في الرقابة على دستورية القوانين نمر حول قضية مادسون دي داماربوري نمر إلى توضيح وتبيان خصائص النموذج الأمريكي في الرقابة على دستورية القوانين النموذج الأمريكي في الرقابة على دستورية القوانين كما تلاحظون هو نموذج غير مركزي بمعنى أنها لا تنفرد المحكمة العليا بالرقابة على دستورية القوانين بل كل محاكم الولايات المتحدة الأمريكية تبط في دستورية القوانين لذلك هذا النموذج من خصائصها أنه نموذج غير مركزي غير ممركز وذلك على خلاف النموذج الأوروبي كما سنرى الرقابة على دستورية القوانين طبقا للنموذج الأمريكي أيضا هي رقابة مادية وواقعية تمارس بمناسبة قضية واضحة معروضة على المحاكم وأيضا هي رقابة بعدية أو لاحقة لأنها تعقع بعد إصدار الأمر بتنفيذ القانون أي أن النموذج الأمريكي في الرقابة على دستورية القوانين لا يأخذ بالرقابة القبلية لماذا؟ كما سنوضح ذلك فالنموذج الأمريكي هو من أنواع الرقابة الذي يفترض أن قانون قد صدر وأنه يجوز لأصحاب المصلحة رفع دعوة قضائية أمام المحكمة لذلك فالرقابة على دستورية القوانين طبقا للنموذج الأمريكي تتم عن طريق رقابة الامتناء أو الدفع بعدم الدستورية فخلال قضية معروضة مثلا أمام المحاكم يمكن لكل من له مصلحة أن يثير مسألة عدم دستورية القانون المطبق في القضية في القضية المثارة أمام المحاكم فكما تلاحظون أن بالنسبة للنموذج الأمريكي للرقابة على دستورية القوانين يجب أن تكون هناك قضية معروضة أمام المحاكم وطبعا يجي القانون المطبق على تلك القضية إن كان غير دستوري يجوز لأصحاب المصلحة أن يذفعوا بعدم دستوريته وفي هذه الحالة يتوقف قادر الموضوع عن البت في القضية الأصلية لكي يبت في دستورية القانون الذي سيحاله ولعفوا سيطبقه على الدعوة وطبعا إذا مقتنع القادي الذي يبت في الدعوة الأصلية بأن القانون الذي سيطبق فيها هو قانون غير دستوري فإنه يمتنع عن تطبيق ذلك القانون لذلك سميت هذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين برقابة الامتناع لماذا؟ لأن المحكامة فيه لا تقضي بإلغاء القانون بل يبقى القانون متعارض مع أحكام الدستور قائما ويمكن تطبيقه في قضية أخرى إذا مقدرت المحكامة أنه غير مخالف للدستور ففي إطار رقابة الامتناع تبقى للنموذج الأمريكي نلاحظ أن هذا النوع من الرقابة لا يؤدي إلى إلغاء القاعدة القانونية بل القانون يبقى ساريا يمكن لقاضي آخر في ولاية أمريكية أخرى أن يطبقه إذا ما اقتنع بأنه دستوري لكن في القضية المثارة فقط يمتنع القاضي قاضي الموضوع عن تطبيقه إذا ما تبدله أنه مخالف للدستور هذا النوع من الرقابة على دستورية القاعدين يسمى أيضا بالرقابة عن طريق الدفع لأن الطاعن لا يعمل على مهاجمة القانون مباشرة بغرض إلغائه بل يطعن في القانون بخصوص قضية معروضة على المحكامة باعتباره الطرفا في النازلة وأن له مصلحة في عدم تطبيق القانون الموشون بعدم الدستورية إذا نلاحظ من كل ما بسطناه أمامكم أن المحكامة لا تستطيع أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم دستورية القانون أو القوانين بل يجب أن تكون هناك قضية معروضة أمامها وأن من له مصلحة في إثارة عدم دستورية القانون الذي سيطبق على القضية المعروضة أمام المحكامة هو من سيدفع بعدم دستورية ذلك القانون وطالما أن المحكامة تمتنع فقط عن تطبيق القانون في النازلة المعروضة أمامها إذا ما اقتنعت بأنه عير دستوري فإن قرارات المحكامة طبقا لهذا النموذج تفتقد الحجية المطلقة للشيء المقضي به أي أن قرارتها تكتسي فقط الحجية النسبية للشيء المقضي به أي أن القانون لا يطبق إلا على النازلة أو الدعوة المعروضة أمام المحكامة وخلافا للنموذج الأمريكي النموذج الأوروبي في الرقابة على دستورية القوانين يتميز بكونه أسلوبا هجوميا ويتميز بعدة خصائص فالرقابة على دستورية القوانين طبقا للنموذج الأوروبي هي رقابة مركزية لماذا رقابة مركزية؟ لأنها رقابة حصرية تقوم بها محكمة واحدة توجد خارج الجهاز القضائي العادي حيث إن المحاكم العادية لا يمكنها أن تبت في دستورية القوانين والجهاز الوحيد المركزي الذي يختص بالرقابة على دستورية القوانين هو المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري حيث إن التسمية تختلفه باختلاف الدول في هذا الصدد وعلى خلاف النموذج الأمريكي أيضا رقابة طبقا للنموذج الأوروبي هي رقابة عن طريق الدعوة لماذا؟ لأنه طبقا لهذا الأسلوب من الرقابة فالدستور يسمح للمعني بالأمر المتضرر من القانون أن يرفع دعوة أمام الجهاء القضائية المختصة يطلب منها إلغاء القانون المخالفي للدستور بصفة أصلية واستقلال عن أي نزاح أي أن الطعن في القانون لا يكون بمناسبة النظر في دعوة معينة بل يتم الطعن مباشرة بواسطة دعوة هدفها إلغاء قانون مخالف للدستور إذن كما تلاحظون في إطار رقابة عن طريق الدعوة فهي تختلف عن الرقابة عن طريق الامتناء في كون أنه طبقا للنموذج الأوروبي الذي يأخذ بالرقابة عن طريق الدعوة يمكن الطعن في دستورية قانون بشكل مباشر وباستقلال عن أي نزاح على خلاف النموذج الأمريكي الذي لا يمكن فيه للمواطن المتقاضي أن يطعن في دستورية قانون معين إلا بمناسبة النظر في دعوة معينة أمام محكمة معينة وآن ذاك يمكن لقاضي الموضوع أن يتوقف عن البت في النظر في الدعوة الأصلية ويبت في دستورية القانون الذي سيطبق فيها وهذا بخلاف النموذج الأوروبي الذي يمكن الطعن من الطعن مباشرة بواسطة دعوة هدفها إلغاء قانون مخالف للدستور باستقلال عن أي نزاح وكما تلاحظون أيضا طبقا للنموذج الأوروبي فإن القاضي إذا مقتنع بأن القانون الذي تمت المنازعة فيه باستقلال عن أي نزاع هو غير دستوري فإنه يعمل على إلغائه أي على العكس من نموذج الأمريكي الذي سيمتنع فيه القاضي إذا ما تبدله بأن القانون مطبق في النزل المعروض عليه غير دستوري فإنه في النموذج الأوروبي القاضي يلغي القانون حيث إن إلغاء القانون على عكس الامتناء عن تطبيقه يؤدي إلى إقباره حيث تنتهي حياته بالنسبة للمستقبل أي أن القانون سوف لن ينتج أي آثار قانونية مستقبلا وهنا طبقا النموذج الأوروبي يعني القانون عندما يتم إلغاؤه فإنه يكسسي الحجية المطلقة للشيء المقضي به أي أن كل مواطن بإمكانه أن يتير مسألة عدم دستوريته أي أن إلغاء القانون يكون بالنسبة لكافة المواطنين لذلك على خلاف النموذج الأمريكي الذي يفتقد للحجية المطلقة لشيء المقضي به فإن النموذج الأوروبي يكتسي فيه إلغاء القانون الحجية المطلقة لشيء المقضي به حيث إن القانون يصبح كأنه لم يكن في النظام القانوني ولن ينتج أي آثار قانونية بالنسبة للمستقبل هناك مسألة أخرى يختلف فيها النموذج الأوروبي عن النموذج الأمريكي وهو أنه طبقا للنموذج الأوروبي أي طبقا للرقابة عن طريق الدعوة فهي قد تكون سابقة أو لاحقة إذا كان النموذج الأمريكي لا يأخذ إلا بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين لأنه يجب أن يكون هناك نزاع أمام المحاكم وطبعا يجب أن يكون القانون الذي سيطبق على ذلك النزاع غير دستوري أي أن القانون يكون ساريا مفعول مطبقا وطبعا آنذاك يتم الطعن فيه بمعنى أن النموذج الأمريكي لا يتيح إمكانية الرقابة السابقة على دستورية القوانين العكس النموذج الأوروبي لأنه يمكن أي مواطن باستقلال عن أي نزاع من طعن في دستورية القانون فإن هذا الطعن قد يكون سابقا أو لاحقا سابقا أي قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون حيث أن الطبقة السياسية التي لها حق طعن في دستورية القوانين يمكن لها أن تتير هذه المسألة أي مسألة الرقابة السابقة أي قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون لأنه كما قلت لكم سابقا القانون عند إقراره على مستوى المصدرات الشريعية يمر بمجموعة من المراحل وآخر مرحلة قبل نشره هي مرحلة إصدار الأمر بتنفيذه التي تعود إلى رئيس الدولة فالقانون بعد تمام الموافقة عليه من طرف البرلمان يحال على رئيس الدولة لإصدار الأمر بتنفيذه وطبعا رئيس الدولة آنذاك إذا ما تبدله أن القانون الذي سيصدر الأمر بتنفيذه وغير دستوري فإنه طبعا يحيله على القادي الدستوري في إطار الرقابة السابقة على دستورية القوانين وأيضا النموذج الأوروبي كما قلت لكم على غرار النموذج الأمريكي يؤمن الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين لأن النموذج الأمريكي لا يؤمن الرقابة السابقة على دستورية القوانين بل يؤمن فقط الرقابة اللاحقة أي بعد إصدار الأمر بتنفيذ القانون وطبعا لكون النموذج الأوروبي يؤمن الرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القوانين فإنه يمكنه ذلك من تفادي عدام الأمن القانوني وطبعا تفادي عدام الأمن القانوني هي مسألة أساسية لأن الرقابة على دستورية القوانين كما قلت لكم هي جزء أساسي ومكوين أساسي من مكونات دولة القانون وطبعا تطويرها يرتبط بتطوير دولة القانون والرقابة على النموذج الأوروبي يؤمن احترام مسألة دولة القانون ويحول دون عدام الأمن القانوني وفيه حماية أكثر على هذا المستوى من النموذج الأمريكي لأن النموذج الأمريكي لا يؤمن الرقابة السابقة على دستورية القوانين إذن حاولنا انطلقا في هذه المحاضرة التي خصصناها للرقابة على دستورية القوانين في جزءها الأول أن نقف من جهة على تعريف هذه الرقابة أهميتها كيف تطورت وأيضا أن نقف عند النقاش المتعلق بضرورة الأخذ أو عدم الأخذ بالرقابة على دستورية القوانين ثم الوقوف على كل من النموذجين الأمريكي والأوروبي في الرقابة على دستورية القوانين والمقارنة بينهما في هذا الصدد وطبعا كما قلت لكم النموذج الأمريكي والنموذج الأوروبي توجد بجانبه أنظمة مختلطة تأخذ بها دول لأنها جلد دول لا تأخذ بالنموذج الأمريكي حصريا أو النموذج الأوروبي كما وصفناه ولكن تأخذ بتقنيات من النموذج الأمريكي والنموذج الأوروبي لذلك سميناها بالأنظمة المختلطة التي تأخذ من هذا النموذج وذلك وطبعا في المحاضرة المقبلة المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين سنقف إن شاء الله عند النموذج الأمريكي عفوا عند التجربة الفرنسية في الرقابة على دستورية القوانين وكذلك التجربة المغربية وصلنا الوحيد في إطار تمرين دهني ضمن أي نموذج يمكن لنا أن ندمج كل من التجربة الفرنسية والتجربة المغربية هل ضمن النموذج الأمريكي أو الأوروبي أم أننا يجب أن نصنفها ضمن الأنظمة المختلطة أتمنى أن أكون قد عرضت أمامكم بشكل مفصل مسألة الرقابة الجزء الأول من مسألة الرقابة على دستورية القوانين على أساس وعلى أمل أن نبسط في الجزء الثاني التجربتين الفرنسية والمغربية لكي نختم هذا المحور المتعلق بالرقابة على الدستورية وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر